كنا نتوقع أن يكون البرنامج المرتقب هكذا يفترض به وندعو إليه من هذه القاعة المباركة بما يلي أولاً نتفق مع ما ورد بالخطاب الأميري من عنصر التفاؤل تفاؤل بالخير تجدوه ونحن مأمورون شرعاً بالتفاؤل لذلك الأخ الرئيس فإننا ندعو وننتمس هذا التفاؤل سواء في العلاقة بين المجلس والحكومة في إطار الدستور واحترام اللائحة والقوانين وضمن هذا الإطار ندعو الله أن ننجح في الوصول إلى بر الأمان في العمل والإنجاز للمرحلة القادمة بعيداً عن أجواء الصراع والتناحر الذي لن يستفيد منه المواطن بشيء وأن نرد التحية بأحسن منها ومن القضايا المهمة التي أوردها الخطاب الأميري الأخ الرئيس ملف الرعاية السكنية وتطوير فلسفتها ونعول على الحكومة وعلى وزيرها أن يشهد إنجازاً حقيقياً ونهضة في مجال الرعاية السكنية وغير مفهوم أن تظل الأراضي الشاسعة دون تحرير واستغلال سواء عشرة بالمئة منها في الوقت الذي يستنفذ المواطن معظم راتبه لاستئجار شقة سكنية انتظاراً للوصول لدورة في التمتع بالحصول على الأرض والقرض أو السكن اللائق نريد من هذه الحكومة أن تترجم أقوالها إلى أفعال وتنفذ توجيهات الخطاب الأميري في هذا المجال ثانياً أن يكون مقروناً بجدول زمني محدد بما تسهل معه متابعة الإنجاز وقياس ما تحقق من تلك الأهداف ثم المحاسبة والتدقيق سعياً لاستعادة واستدامة ثقة المواطنين في الأداء الحكومي وسعياً إلى تجاوز ما تؤدي إليه البرامج الغير محددة الملامح ولا المواقيت من اهتزاز الثقة والأزمات السياسية الصريحة والمكتومة وهذا ما لا نريده ولا نطمحه إليه فقطف العنب لا قتل الناطور وهذا الأمر موكول بيد الحكومة وننتظر منها النتائج ثالثاً أن يولي البرنامج اهتماماً خاصاً بما ينعكس مباشرةً على حياة المواطن بالتعليم والصحة والإسكان على سبيل المثال إلى الحصر فالتعليم هو أساس المستقبل الذي تراهن عليه الأمم في تطوير واقعها ومستقبلها وهو الاستثمار الأعظم عائداً على الإطلاق فالاستثمار في أبناء الكويتيين للأجيال القادمة للإلتقاء بمستواهم التعليمي هو ما يضمن لهذا البلد البقاء عزيزاً سيداً ولأبنائه الرخاء وحتى لو تغيرت الظروف والموارد والنماذج والشواهد كثيرة في عالمنا المتطور والنجاح الذي حققته الدول المهتمة بالتعليم واختيار الهيئة التدريسية بعناية فائقة علماً وخلقاً وأمانة على أبنائنا مع دعم المعلم الكويتي بكافة صوره الأخ الرئيس لا تقل عن الصحة صنو التعليمي في الأهمية فقد تأخرت معدلات التطوير كثيراً عن ملاحقة احتياجات السكان المتزايدة بحيث بتنا نرى طوابير الانتظار تطول ومواعيد الفحوصات الطبية التمدد رغم تزايد الإمكانيات والتطوير الحادث في المجال الطبي عما كان عليه في بداية نشأة الكويت وأخذ بأسباب الحضارة والتقدم فغير معقول نشاهد الطوابير من المواطنين ينتظرون مواعيد الفحوصات الأشعة الدقيقة شهوراً كما تعاني بعض المستشفيات من قلة الأدوية والأسرة لمرضى السرطانات فالحكومة الأخ الرئيس يجب عليها توفير هذه الخدمات والعلاجات للمواطن قبل أن تطلب وقف العلاج بالخارج ولا تكتفي بتلقي تبرعات المحسنين من أهل الكويت جزاهم الله خيراً الذين يقومون بالبناء والترميم وكلنا ثقة بمعالي وزير الصحة ابن القطاع أن ينهض ويرتقي بالخدمات الصحية فالرجل لديه خطط طموحة في هذا المجال رابعاً وفي مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة نريد أن نشاهد من الحكومة خطوات ملموسة وجادة لمحاصرة كل بؤر الفساد التي ينفذ منها الفاسدون فلا أعتقد أن منظومة هيئة نزاهة بوضح الحالي والقانوني المليء بالثغرات والنواقص كافية في زمن تتطور فيه الجريمة وتسبق بخطوات إجراءات ضبطها والمعاقبة عليها خامساً ومن الأمور المهمة جداً للأخ الرئيس والتي تطرق إليها الخطاب الأميري العناية بالأمن الغذائي والاهتمام به وكلنا شاهد في الآونة الأخيرة بعد أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية كيف قامت بعض الدول المصدرة للمواد الغذائية الأساسية بمنع تصديرها الخارج وبالتالي يجب أن تضع الحكومة ضمن خطتها دعم المنتج الغذائي المحلي والمزارع الكويتية وعدم ودعم ومراقبة الأسعار وتوفير المواد الأولية للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية فليس من المقبول أن تقع الكويت على منفذ بحري ونعاني من غلاء أسعار السمك ومنتجات البحر لذلك نطالب الحكومة أن تكون من ضمن خطتها الجادة الاهتمام بهذا الجانب وأن تكون مصادر التمويل الغذائي متوفرة للمواطنين لمدة لا تقل عن سنة استعداداً لطوارئ العزمات لا قدر الله وحتى لا يحدث الذعر بين المواطنين نتيجة الشح في المواد التمويل الغذائي فدرهم وقايا خير من قطار العاجة الأخ الرئيس ومما أثلج صدورنا حقاً بوادر اهتمام حكومي بالطفل والمرأة باستحداث وزارة تعني بشؤون المرأة والطفل فبعد إنجاز مجلس الأمة لقانون الطفل وحمايته ورعايته آن الأوان للاهتمام بالمرأة وقضاياها ومطالبة وتعزيز دورها ويقع علينا في هذا المجلس الموقر دور كبير في استكمال أوجه النقص والقصور لدعم مطالب المرأة العادلة وحماية الطفل من أي استغلال أو انتهاك أو إساءة أو إهمال الأخ الرئيس كما تعلمون ويعلم الجميع أن الكويت تعتمد على النفط كمورد وحيد من موارد الدولة منذ نشأتها وهذا المورد سيأتي يوم تقل أهميته أو يتجه للنضوب ولهذا فإن اتخاذ الدولة بتكوين احتياطي الأجيال هو عمل جليل وعظيم تم اتخاذه في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ يابر الأحمد طيب الله فراه وما تبعه من استحداث للهيئة العامة للاستثمار لإدارة عوائد النفط التي تقوم مؤسسة البترول بتسويقه وبيعه وتدير هيئة الاستثمار صناديق الكويت السيادية حتى وصلت هذه الموارد إلى أن تصبح الكويت ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد أن كان في المرتبة الرابعة الأمر الأخ الرئيس الذي دفعنا إلى التقدم بمقترحات في المجالس النيابية السابقة للقضاء على المعوقات القانونية والاقتصادية التي تعترض طريق تحضير وزيادة ونمو الاستثمار سواء النفطية التي تديرها مؤسسة البترول أو المالية التي تديرها هيئة الاستثمار فالقانون الحالي لم يهتم بوضع هيكل واضح المعالم لكيفية مباشرة اختصاصات على قواعد من الحوكمة والتصون لحرمة المال العام الذي هو قوت ومصدر ثروة الشعب الكويتي ولكن للأسف الأخ الرئيس لم يصار إلى سن هذه القوانين ولم يأتي لها الدور لنظرها وإقرارها لذلك الأخ الرئيس سأعيد تقديمها في القادم من الأيام تحقيقا للتنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين والعمل على ما يحفظ ثرواتنا الطبيعية وحسن إدارتها واستغلالها وحتى لا تتكرر ما حصل لها من عبث وانتهاك في مراحل سابقة اشتركوا في القناة